السنتين اللي أنا أشوفهم مع احتراماتي وصمة بائسة بجبين عراقيين من كان السيد الكاظمي اللي هو يدير زمام الأمور مجموعة يعني بعيد كل البعد عن نظام الدولة أو عن نظام المؤسسات مجاميع غريبة هو كان يخلق الأزمات حتى في تشرين هو اللي يخلق الأزمات حتى في الليلة السوداء ليلة الخضراء بهذا التوقيتات من هو؟ السيد الكاظمي هو اللي يعني هسه هسه إحنا سنة فاتت إن شاء الله راح تفوت وإحنا مقبلين على سنة أنا تهام أستاذ أنا مو أنا طلعت عبر القنوات قلت اللي كان أكو شموك الجهاز المخابرات الوطني لا أبدا جهازنا وطني لكن أكو يعني عصابة من تميل هذا الجهاز شانت تعمل ما يقره الكاظمي ومستشارين الكاظمي إذا كان هناك خطف كان جهاز المخابرات يخطف في سبيل أنه يصدرون لكن لا خطير لا لا أنا هذا أتحدث عنه سابقا يصدرون الاتهام يعني هذا نسمع لكن لا يتم تداوله لا لا بدليل أنا بعد تصريحاتي صارت تحقيقات وكثير من الضباط جهاز مخابرات هربوا واتهموهم لأنهم هذول القروب الأساسي للسيد الكاظمي لذلك يقول لنا الحمد لله أنه عافان الله من هذه الأزمة الكبيرة بذاك الوقت ورغم هذا ما أزيد مثل ما قلت على سيد حيدر أنه صاحب المبادرة أصبح ورغم أخطاء التيار الصدري لكن بعدين صارت صاحب المبادرة وصاحب السلام وصاحب صاحب السيد الصدر وإلى الآن أنا أعتبر السيد الصدر نجح السوداني متفضل عليه السيد مقتدر الصدر أنهم أنطل مجال كامل فالإطار التنسيقي لعام ٢٠٢٣ والسنين القادمة في حال استمر بتقديم الخدمات للشعب العراقي المتفضل عليه الأول والأخير السيد الصدر وفي حال فشل هدوء التيار الصدري هل هذا يسبق عاصفة ممكن أن تنذر بمظاهرات وفق المعطيات الاقتصادية وفق المعطيات الموجودة بالوقت الحاضر وخطوات السيد السوداني السيد السوداني بدون أدنى شك يحاول لزم العاصمة من النص حتى مع الإطار حتى مع مسعود برزاني حتى مع الحلبوسي حتى مع الجميع لذلك أنا ما أشوف نات عاصفة إن شاء الله السيد السوداني دي يسير يعني بحق المال الغام بصراحة ممكن أي لغم لكنه أنا أشوف حس إلا ربما هناك يشوفون الدعم الأساسي للسيد السوداني الإطار التنسيقي أنا أشوف الدعم الأساسي السيد الصدر للسيد السوداني على اعتبار أنه ساكت وأنا أعتقد حسب المعطيات وقراءاتنا أشوف السيد الصدر راض عن حركات السوداني وإذا كانت هناك إخفاقات فالسيد الصدر يدرك جيدا بسبب من هذه الإخفاقات للسيد السوداني للسيد السوداني